هل ترى الظروف المركاتو؟ هل ترى أن الأهل يتأخر فأنت الآن؟ أم لا يحتاج فأنت متطمن؟ ترى تفاصيل المركاتو كيف؟ أول شيء، كما نتقل أن جمهور الأهلي يكون الآن نادي الأهلي جبير بالبطولات والتاريخ والأرقام كل الإحساب يقول أن جمهور نادي الأهلي يجب أن يخاف على نادي الأهلي وعلى لعبته لكن أنا أحب أن أطمن الجمهور أن الحمد لله رب فيه إدارة حكيمة إدارة عندها رؤية إدارة الحمد لله تأخذ وقتها في اتخاذ القرار وأعتقد أيضا أن اللعيبة الموجودة أنت عندك سكواد قوي جدا موجود أنت عندك فريق موجود اللي هم يأخذوا راحة دلوقتي أعتقد أننا نحتاج عناصر يدوب 3 أو 4 لعيبة في مراكز معينة وأقول لهم لحضراتك كمان شوية لكن أنا عندي قوام فريق أنا عندي سكواد قوي أنا متكلم في الشنوف على لطفي في المصطف الشبير أنا مش عايزة حرص مرمى أنا عندي حرص المرمى عندك من ناحية المين كمان عندك بتكلم الحمد لله أقرم خلاص بدأ خلاص يعني ما يخش في بداية المعسكة الـ 18 أعتقد أقرم طوفي بتكلم على محمد هاني بتكلم على كريم فوات الفرقة راجع يوم 11 قبل الصفر يعني تمام الصفر يوم 18 إن شاء الله بتتكلم دولي أدي ما إن شاء الله ناحية المين أنا مش محتاجة بكرايت بتكلم على السرد بكات عندك محمد عبدانيونم عندك ياسر إبراهيم رامي ربيعة عندك رامي عندك محمود ونتولي أيمن أشرف يعني أعتقد يعني شوف الكم اللي موجود يعني أنا يمكن أنا كنت حتى على بدر بنون أنا من أشد المعجبين جدا جدا بأداء بدر بنون يا أحمد لسبب واحد وهو إن هو من اللعيب اللي بيعرف يبني من تحت بشكل سلس وبشكل سليم والكرة بتطلع من رجليه بشكل ممتاز فهذا مهم جدا يكون موجود أعتقد محمد عبدانيونم بيأدى الدور كويس بس أنا برضو محتاج حد بقيمة بدر بنون في المكان ده متولي لو فورما وجاهز أنا بشوف متولي الحقيقة من العيب يعني بصرف نظر عن بوزيشن كويس على مدافع العيب كور يعني بشوف متولي لو بدني يواقف على رجله أعتقد برضو ممكن يلعب الدور ده بشكل جيد كن إن شاء الله لو فتت الإعداد مع مباردات ودية تقدر تقف فدنيا بشكل كامل يعني خلينا نروح ناحية الشمال عند علي معلول ودي المشكلة أنا عايز أتكلم فيها يعني أنا مثلا موجود علي معلول أنا عايز أجيب حد بقيمة علي معلول ماينفعش أجيب علي معلول واجيب مثلا واحد علي معلول مثلا عندي 100% ماينفعش أجيب باكلفت مثلا 50% مش هينفع علي معلول لو ما شافش اللاعب اللي قاعد بره احتياتي ده أول اللي موجود ده لعيب بيموت نفسه بيقاتل وقريب جدا من مستوى علي معلول صدقني صدقني علي حتنين نفس بلعب أساسي خلاص مكاني ومحجوز لا لازم حد يكون قريب من علي معلول حد يكون بقوة علي معلول دي مهمة جدا لما يكون فيه اتنين يا أحمد في مركز تمام والاتنين بينفسوا بعض ده بيصلح ده في مصلحة الفرقة المركز ده تحديدا يعني واحد من المراكز اللي كانوا من إيجابيات فترة ريكاردو سوارش وفكرة انه الشباب يشاركوا يعني بشوف ناس كتير جدا وانا كمان الحقيقة عجبوني يعني شايف قماشتهم كويسة جدا وممكن تراهن عن الاتنين رقفة خليل ومحمد أشرف كويس وانا برضو أرجع لك برضو في محمد أشرف طبعا انا بتكلم في النادي الأهلي النادي الأهلي يا أحمد إذا أنت دخل في كام بطولة داخل في أفريقيا داخل في كاس داخل في دوري داخل إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني داخل في سوبر أنا متكلم أنت عندك بطولات كتيرة محتاج لعيبة كتيرة تمام محمد أشرف لعيب كويس عنده مهارة صغير في السن ممكن ييجي تمام إنت أنا محتاج لعيب جاهز أنا محتاج لعيب جاهز أقول لك حاجة أي من أشرف أنا برضو أي من أشرف ممكن رفع ليك لماذا ما هيأش أي من أشرف أن يكون باكلف مع علي معلول مثلا والحمد لنا عندي كم كبير من السردباكات في وجود برضو لعب محترف بقيمة بدر بنون مش عايزين ننسى دي تمام لماذا أي من أشرف أن توزيف باكلف مثلا يقرب يقرب من علي معلول ودي حاجة كويسة جدا أي بس أنا عايز أفكرك بأسماء كتير جدا خد بالك برضو أنه تجربة الولاد دول يعني كان صعب جدا أنك تقيمها لأنهم كلهم تلعوا مع بعض تمام صح لكن على مدار التاريخ في أسماء كتيرة جدا من أول ما تلعت من وهي في سنة صغيرة جدا قسرت الدنيا عشان كان بتلعب مع الكبار يعني أنا أفتكر على سبيل المثال مش على سبيل حاصر سبكوا من جيل الكسبة 84 اللي هما الشباب طلع مع تاولة الزمالك وكسبوا وكملوا وخدوا البطولة لكي أبكلم على الحالات الفردية هشام حنفي مثلا لعيب طلع صغير لعفوست الكبار كان نجم اتولد نجم إبراهيم سعيد طلع من الفريد الشباب هادي خشبة نفس الحكاية وغير محسام عشور مثلا يعني فيه لعيبة طلعت كابتن هاني رامزي مثلا من جيل نموذج زياد طارق نفس النجاية كنت لسه بتكلم أنا وكابتن أحمد نخلف الفاصل زياد لو عمل فتت عهدات كويسة قوي قوي مع الناد الأهلي وطبعا المعسكر الخارجي هفري معه كتر جدا طبعا عايزة أقول أنت رايح تلقب برضو بي اس بي عندي هوفن ده فريق قوي جدا في أولندا واحد من أكبر ثلاث فرق هنا برابع ليك فبرضو إذا أنت تتكلم مثلا أنا علاء آيكس واندي هوفن وفاينيرد وعيد هوفن بنفسه بعض فطبعا المعسكر الخارجي هفري جدا مع واحد زيزياد طارق واحد مع أحمد سيد غريب أتمنى يا رب يكون موجود ليه الإمكانيات والموصفات بتاعة أحمد سيد غريب ده مهاجم أنا لازم أحافظ على ده لأن أنا بابني عندي مهاجم يعتبر من ابن النادي يعني أحمد سيد غريب من أولاد النادي من ست سنين وهو في النادي طبعا والد سيد غريب طبعا كان برضو مهاجم كويس هو مدارف وقطاع لكن الإمكانيات دي والمواصفات دي تمام والولد دوت مبارات الإتحاد لما فيه هدف جابه أحمد لبراسل هدف لبراسل 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 هذا قرار اللعيب الصغار ده لما يأخذ قرار بيحرز هدف بالشكل ده ده لعيب مميز ده لعيب أنا لازم أحافظ عليه تمام لازم أستثمر فيه أنا ممكن أطلع عارات أنا ما عنديش مشكلة أطلع عارة الخامة ستة لعيبة يطلعوا برا وينضجوا ويلعبوا ويرجعوا لي تاني مميش مشاكل ده السمار طبعا للنادي لكن واحد زياد طريق إن شاء الله بإذن الله برضو أتمنى يكون موجود طبعا إن شاء الله يكون موجود دول أعتقد أنهما مع محمد أشرف لو إن شاء الله فيه إمكانية يتواجد أنت التلاتة دول لما يدخلوا في عناصر كبيرة اللي موجودة السولية وديانجو وحمد فتحي وقفشا وحسين الشحات وطهر لما يرجع إن شاء الله كل المجموعة دي لما واحد أو اتنين يخش مع المجموعة الكبر هيشرون وهيعلوا معهم فهذه مهمة جدا